طيب ان شاء الله دي الحالة سبعة تلاتين بتاعتنا وهنا زي ما قلنا كده ان احنا ايه يعني مش هنضيف حالات آآ كتير احنا هنتناقش في بعض الحالات اللي هي معروضة على الجروب آآ زي الحالة اللي عرضها زي مننا آآ دكتور محمد عوض آآ الحالة دي طبعا آآ بلو شكر طبعا دكتور تامر ان هو يعني من اكثر الناس مشاركة على الجروب وآآ بطول محمد عوض بقولني دي في ميل بيشانت فورتين يورز آآ 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 وكمبينين باي آآ آآ زي السلايدي. نعم. السلايدي مش فاتحة بس على الشاشة. مش 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 فاتحة عندكم على الشاشة لسلايدي? لا لا لا. طيب كده. كده واضحة يا محمد عندك? لا لا مش واضحة مش واضحة برضو كفينة. طيب مش الصوب شيرينج وعمل شيرينج تاني. ها? ما فيش مسكيل آآ آآ لا اياك ايا بس الشاشة بتاعت حالاتك واضحة لك ان السلايدي زي لم بتفتحش. طب كده. حضرتك ممكن. نفسك عم تبعمل حالاتك صوب شيرينج كده وعمل شيرينج تاني فاني. راح تحب بتبدأ التسجيل من الاول بعدها تاني. اه هنبدأ التسجيل تاني من اول تاني احنا بنعمل الصوب شيرينج بيوقف التسجيل اش كده ولا ايه ولا هو بالتسجيل بيشتغل. لا بتسجيل شغال برضو كفينة. شغال? طيب. طيب شاشة كده واضحة عندكم? اه كده واضحة لفنة. كده تمام. طيب بقى سواء بس طيب. اده بقى تسجيل تاني فنة ما احنا. كده تمام عندكم محمد? اه كده تمام راجب. طيب. ايه. هشوف التسجيل شغال ولا مأمس سواء ثانية واحدة. اه. طيب. طبعا دي الحالة اه دكتور محمد عوض اللي مشاير الحالة دي. بنشكر محمد طبعا وبنشكر اي حد بيشاير حالة يا شباب. اه زي ما بنوك كده بيبقى الهدف منها فايدة كل الناس اللي معنا عن الجروب. احنا معنا ما شاء الله عن الجروب خمسمية وشوية يعني. يعني يعني كل الناس بتدخل تشوف الحالة وتشوف التسجيل اللي عليها. حيث ان هو ولا ما يجيلوا حالة زيها ولا حاجة يبقى على قل على قل يقدر ياخد فيها قراري يعني ها. فدي اه في اربعتاشر سنة اه عندها طبعا زي ما احنا ايه اللي هو موجود ده. ودكتور محمد بنها صادن وبقاله تمام? طيب. ايه رأيكم يا شباب في الليجين ده. عزين نتسكشها كده فيه والحلول ايه? ولما يجينا حاجة زي كده نعمل ايه? طيب هو هو حضرتك واضح ان هو فيه يعني هو يعني هو واضح فعلا التشخيص إتس Munich ان احنا نستنى نعمل لها مسلا اه كيميكالة فيلق مينت عندها مثلا ايه زي اوريكسول او كده مسلا او سيرش يكل عادي نشيلي اللي هى الاسكر السوده دي. بتتخدم او حاجة يعني اعتقد ان ممكن يحصل هيلني مش بسجين. اه اه هيا بالفعل اه دكتور امان كانت نتشى فيها на اريكسول. واللي حصل ان هي زارت زي ما حالك شايفها تحت كده. اه. يعني هي بالفعل مشت على اريكسول. انا اول حاجة شفتها انا فكرت في الكيميكال وفكرت ان هي بكتريا كده زي ما وزي ما حالك شخصت كده. بس الفكرة ان هي بضك بتزيد. تمام تمام. طيب. يعني الفكرة مع ان هي بضك زارت ما قلتش حتى ولا حصل لها اي حاجة كويسة. اول احنا عايز نشوف. قرار السيرجيكال في حتة فيشيال في حتة زيرية بضك. والنسبة للسن بتاعها يعني ما يبقاش القرار الاول ولا القرار التانية. احنا لسه لسه يعني مش هنعدي على طول يا محمد على السيرجيلي. احنا الاول ايه? وات الزليل. بقصة بتاعنا ايه? وات الزكوز änه الكوز بتاع الليجين ده ايه? يعني اولا يعني يعني очень important انه انا شخص الاول. وبعد ما شخص بعد كده ابدأ العلاج. والعلاج بتاعنا يعني يعني زي ما بقولوا اخر الدول الكاي المسل الشعبي. احنا مش مش العلاج بتاعنا نجراه على طول مباشرة لا ده. احنا لسه يعني بناخد بنطلع سلم درجة درجة ستب باي ستب يعني. فانا شايف الدكتور محمد الدكتور امان طالوا على طول على الجراحة يعني. لا لا ما قلت لا لا انا بس ما قلت حليك بس قالت ايركسول فانا قلت هو بالفعل مشت على ايركسول. تمام. كان صغير فزاد بس. تمام. طيب طيب هو اولا يعني زملك على الجروب اه دكتور تامر قال ان هو اكسايمة. تمام. اه اه دكتور اه وليد المدني. لو معنا دكتور وليد اللي شاركنا في الرأي. قال ان هو ده سامسور طبايدور مجنجروزم زي مقارس الدكتور ايمان. ودكتور باسم محمود. اعتقد او مين بي محمود. بشير محمود. دكتور بشير. دكتور بشير محمود. اه. قال ان احنا يعني اه يعني في زمن ده الكورونا المفروض اكسولود. اه. 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 ميوكم اه. محل يواسع. تفضل يا احمد يرون. اه 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 اسأل بس دكتور محمود عوض بالنسبة للهيستري بتاعة بتاعة الكيس. هي شغالة ايه ولا بتعمل ايه بالزبط? ولا المكان اللي عايش فيه بالزبط? هي في مكان صحراوي وهي اعرف البيت. هي طفلة اربع تصر سنة. اه. هي مش شغالة حاجة. يا طالبة. نعم. طيب. هي الفكرة انه انا 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 شايف اه كيسات مقاربة ليها اه كانت امثراكس. اه اللي هي الجمرة الخبيثة. الامثراكس فيه اللي هي اه ريسبارتري اه فورم وفيه سكن فورم. فالسكن فورم ينتقل عن طريق الصوف ينتقل عن طريق الانواع انواع من انواع المفروشات. اوكي. ويعني الليجين بتاعتها يعني داية كاركتوريستيك انه يكون فيها انفلاماتري اه ديجين والسرامبينك ايريا حتكون ريدنس وزي ما هي اصلا هي الجمرة الخبيثة والكاركتوريستيك فيتر بتاعتها حتكون هي النكروسيز. النكروتيك ايريا هالي اللي موجودة في الليجين نفسها. طيب يعني يعني احد الدياجنوزيك تو رحمد كده لكن لكن برضو دي خلينا نقول ان هي دي ريليتد دي الجوب. يعني 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 انا لما لاقي في بنت طالبة بس كن هي عايشة في الصحرة دي. عندهم غنب بقى ولا حاجة يا محمد يعود? عندهم غنب عندهم غنب. طيب. طيب. اه حاجة ما سألت فيها بابا تفنهم والله. اه ده دخلنا برضو في القصة الكوزي في واتزا كوزي زي ما يقول ممكن يكون احد الاسباب. اه بتاعت اه بتاعتها زي ما يقولوا دكتور احمد ده رامي كده يعني. طيب احنا الكوزيك 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 في حاجة زي كده لو عايزين اللي الخاصة يا جماعة نكون ايه? يعني لو هنعدهم وبعدين نبدأ نعمل اكسيكلوشن وبعدين نقول بقى ان هناخد الاول ميديكال تريتمينت الاول دياجنوزيس وبعدين هنبدأ ميديكال وبعدين هنقول هنحتاج سيرجيكال او مش هنحتاج سيرجيكال. ويهن اللي ويهز ويهن اللي اجانست يعني يعني. احنا نتخل كوزيك في حاجة زي كده ايه? انا بالنسبة لله يا فندم انا اسمتها على اربع حاجات قلت موك تكون برازيتك او بكتيريال او فيرل او فونجل يعني ما استبادتش الاربعة. امين. ما استبادتش حاجة من الاربعة. ما تعملتش بس معانا انها بكتيريال بس. بس بس لما نقيتها بتزيد بردك رجاءة تانية للفكرة الاولانية. وبردك فكرت فكرة الدكتور بشير اللي هي ممكن تكون ميكون ميكوزيس كفانجل يعني. اه اه. ولما بردك كلمت معانا انهم عندهم ممكن ما عايزوا الكلام من ده. فكرت فكرة الدكتور احمد رامي فانا بصراحة محتار معاها بصراحة يعني. نعم. عسان الحالة نفسها. تمام تمام. دكتور رحمد رامي بعتنا تلات صور لحالات مستعدة. جميل جميل بس الجميل في الموضوع يا احمد ان انت يعني اريت بنشكرك ونشكر الدكتور تامر والزملاء اللي شاركوا الدكتور بشير والدكتور وليد. نعمة يعني اه فتحوا الكتب وقالوا وشايفوا. ودي احد اهداف انشاء هذا الجروب. نحنا ما نشوف حالة. نحنا نروح نقرأ ونراجع. وعلى فكرة بقى المعلومة دي بتثبت في دماغك. ما بتروحش. يعني كنت تشوف صورة الحالة فيها مشكلة. وتروح تجيب كتاب وتقراها وترجعها. ونعمل على الديسكشن. يعني حالة زي دي خلاص سيبت. يعني بقت ايه يعني اعرف هتشلها بقى تحطها في المكتبة. وتبدأ تدور على حاجة غير. فبنشكر كل الزملاء اللي دوروا على ايه. على الكوزتيف ارجانيزم في حالة زي كده. وايه هو الدياغنوزز بتاعها. والمهنج منت بتاعي. فضل يا رام. والله يباشا يباشا. هو أنا للأمانة يعني. هذه المعلومات قديمة معايا من 2018. 2018 دخلت امتحان يو اسمالي ستيب وان. فكنت قاري كل انواع الانفكشن. كل انواع. فالصورة هذه اول ما شفتها شكيتها على طول انها ممكن تكون يعني كتيانس انتراكس. فدلواتي وانا بتخلم ما حظرتك وروح اتفتحت الجوجل طلعت الصور. نفس الليجين زي ما حظرتك شايف. تمام. يعني الحمد لله انه التشخيص نعم قوي. وده احد. وده احد. احنا عندنا نفس الليجين بتاعها. نعم نفس الليجين نعم. يكن تكون اكسايمة يعني زي ما قاله دكتور تامر مكنت اكسايمة. لكن انا بسمع. وانتعرفين وانت اكسايمة يا جماعة حد عارف اين اكسايمة? حد عارف من الزملاء اللي معانا على الجروب اكسايمة او حد اراها? دكتور تامر كاتبة سفير فورمو في مكنت ايكسايمة يعني هي عارفين مكنت ايكسايمة طبعا كلنا بنشوفها كل يوم في الاطفال ها? مش كده ولا مش عارفين اللي ما يعرفش مكنت ايكسايمة في جراح تجميل ما يباش جراح تجميل خلي بالكو ها? يعني انفكشن في السكين كوست باي ستاف اوريس. اه بالظبط كده يعني. وكاركراستيك باي جولدن هاني كراستيشن. ايوة جنضايا كده مكتابة متواجدة في الاطفال بنشوفها في الاطفال كتير جدا 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 جدا. وبتبقى يعني يعني عارف ممكن واخدى الجسم كله كمان واخدى يعني عارف وبيبقى بتاعها عالي جدا ممكن. يعني اه. فطبعا لو حصل بس ان الكوزف ارجنيزم توغل لجوه شوية ها? ها? هياعمل كده. يعمل زي سيم ليجن. يعني دي ممكن هتكون بدأت لو محمد. لو هي ده تهسر للدكتور محمد ان هي بدأت. اه زي سمول ليجن ألسيراتف اه مش ألسيراتف يعني يعني اه فيه بس. اه بالضبط كده. لو بدأت بكده غالبا غالبا هي إكسايم. تمام? اه برضك ما كانت فيه بس برضك يفند. اه برضك الأمانة بكل ما فيش بس. اه. اه خلي بالك. اه لغاية الاسابة دي إكسايمة. الممكن تكون بدأت بسكين بسكين بس صغيرة. انا شايف العيانة فيها اه اا بلسطل. احنا هي ممكن تكون اه بالظبط كده هؤية لاعبت فيها فحرت فيها ولا حاجة ولا. انا سألتها يا فن مقعتلي لا. اه. والكمنت دي. يا بنت اعملت فيها كده مش حاجة غلطة وبالكلام ده وطممتها. عشان ما تكونش بتجدب عليها وبتده. اه لا لا. ما ما نضطرتش الكذب في العينيين الله يكرمك يعني ما لا. ما يعني. اه الاية ولا اي عام برضك بيحبي. بس ناخد لما اخد بس بنوع الاسئلة. يعني عارف يعني تسأل السؤال مرة وبترجع تسأله بطريقة تانية. ها? بتكلم بس عشان طفلة بتبقى خايفة من اهلها والكلام من ده مش افتر مش شوية. اه تمام. اه تمام. الطفل طفل سيعاند بيكتب في الحاجة ده عشان بيبقى خايفة من اهله ومش من هو العين الكبير يعني. احنا عندنا كده. انا بس فعلا. اتفضل يا رام. انا بس بلقى النقطة بعد ذلك حضرتك يا واشا. بالنسبة لل يعني اه هنا في الفي البيشنت هذي ان تكون هي ديابيتك. يعني الميكور ميكوزيز شوية فاروي دياجنوزيز. هي الكيس مش ديابيتك دكتور محمد صح? لا. لا ترسى طفلز اربعتاشر سنة. ديابيتك لا. برضو برضو ميكور ميكوزيز يا احمد. ميكور ميكوزيز مش لازم يعني في الفترة الاخيرة دي احنا شفناها بسبب الكورونا. في اه. نورنة الكوروز. اه. اه بالضبط كده يعني في في حالات كتيرة جدا ما عندهاش مشاكل بأمان يعني. يعني شفتها في اكتر من حالة. اه مش مش ضيباتك مش عيبر تنصف. ما عندهاش كورونا. اه بس كان عندها هسر ان هي خلية خلية كورونا يعني. انا شفتها في شاب عنده سبعة صورة سنة فاندم. اه. عندهش هسر في اي حاجة. كان كورونا بس كل اللي حصل. اه دي حقيقية صحيح. انا شفتها في في حالتين او تأكبر. كمان يعني. اه دي بس في الفورمي كمان يعني. نعم. تفضل يحمد. اللي حطيتها. والصوت الصوت بدأ يلطى عندك يا احمد مش سامع كوي. انا مشيتها بصراح في الاول زمانات رحالتكم ان انا مشيتها على ايروكسول مشيتها كاية. انا عند انا انا متل في مشكلة. انا اسمعها. انا سامعها. اه ساعت فضلوا اه معلش ان شكلوا عندي في مشكلة ولا عندوكم مش عارف? يعني صوتي مسموعة ولا ما? طرر محمد. طررارامي. زمله. اه طيب. خلاص. رجعت انا. اه تمام. اه توضع. انا كنت طبعا عملتها كبكتيريال انفكشن ومشيتها معها الايروكسول. اه وحاجة انت انفلاماته طبعا اللي هو زي الالف انترن بس يعني في الاول. مديت انتبيوتك? انا مش بحدة. لا مديتش انتبيوتك بصراحة فاندي. لا اتشوت بي في حالة زي كده. انا اول وبعدين تاني اسبوع. تاني اسبوع. تاني اسبوع ديت سيستمك انتبيوتك اللي اتها برضك بتزيد معي. ايه نوع الانتبيوتك اللي خليتها اللي اتكره محمد. لا اوجمنتن اللي هو اه. طبعا. الاوجمنتن يعني هو هيكون برود سبكترام. المفروض لو كانت او اكثايمة. اه كان بي افكتف عليه. لكن اه لو كان طبعا هيكون فيه امو مش ذاك الافكت. من ضمن بتاعتنا يا احمد خلي بالك البيتا هاملوتك السريبتو كوكوس. ودي بنسلينيز رزيستانت اوارغانيزم من ضمن الوكسف اوارغانيزم بتاع الاكثايمة هنا. صحيح. اه اه. فاحنا بنعرف. عايزين نعرف الوكسف اوارغانيزم هنا الاول دياجنوز بتاعنا احنا يعني دخلنا في ديفلش دياجنوزيز. اما هي اكثايمة. تمام. اما اه بايو ديرما جانجروزم. وغالبا بايو ديرما جانجروزم ان هي حصل ديب انفكشن ده عمل معانا سورومبوزز في المايكرو فيزرز اللي موجود بتاع المنطقة دي. وعمل سام سورتو او نكتلايزنج فاشايتس او بايو ديرما جانجروزم. وممكن تكون ايه زي ما قالنا الدكتور احنا ممكن تكون ايه الانثراكس. تمام. اه. طبعا ايسينك برضو كسف اوارغانيزم في الانثراكس برضو هو اه. اوان اوزا كومنسل زي احمد شكده? اعتقد حسب ما افتكر اذا ما كنت غلطان بازيلس انثراكس الاسم بتاعتها كده. اه. بتاع البكتيريا. تمام تمام. لكن هي هي الفكرة انه النوع هذو من البكتيريا اصلا. الانتباوتك الوحيد اللي شغالين عليه ياما السبروفلكساسين ياما الدكسي سايكلين. امام. هو يعني sensitive to type of antibiotic. واللي هو بالعادة يعني احنا ما بنخصوش هذو النوع من الانتباوتك فريقونتلي. احنا دائما نروح على حق بروت سبيكترم. زي ما دكتور محمد يعني ابتدى معها اللي هي اوغمانتن. بس اي سنك يعني بحالة زي كده نبتدي انجيكشن فيها. اي سنك انه يعني الامور يعني يعني زي ده عشان نحده ما نخلهوش اه يعني يبقى فيه مور اه بروغرس. اي سنك اي سنك انجيكشن. اه فيه از 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 يعني مش مش ان احنا اللي مجرس ان احنا ندي اورال اه يعني دي انجيكشن في اه موافع محمد طبعا ان احنا اه ما نتدخلش جراحيا خالص يا شباب في حاجة زي كده. يعني الميدان بتاعاتنا ما نتدخلش جراحيا خالص خالص خالص. لان اي سنك ان احنا لو تدخلنا جراحيا حممكن نعمل سبريدنج للانفكشن يعني ممكن نفتح نيوت شانلز. اه ده تعمل لها ده المسكوب مثلا. والله. اه يعني يعني هو ده المسكوب مش هيفري اعتقد كتير لكتور ايمان. هي ممكن بس كانت تاخد منها زي بانش بيبس ولا حاجة فور دياجنوزيس. وفي نفس الوقت يتعمل لها كاشر. اه يعني يعني بحس ان احنا برضو مش عايزين نعمل اجريسف ما نوفر معاها. ان احنا هندخل نشيل اللي اللي موجود ده. ده احنا انا دوتر مجد اللي احنا في انتظرنا النتيجة بتاعته. انه منها بانش بايوسي وكالتورو سينستيفتي. ده اللي تم حاليا. يعني ده اللي حاليا تم. جميل. جميل جديد بس مع اضافاتها بس للي حصل يعني. اه تمام. اصلا ولا هي دراي اسكر كده? هي دراي اسكر بشكل الصورة طبعا محمد اللي شافها هو قولينا بقى اكتر يعني. دراي اسكر يا جندم الصورة اللي تحت ديت يعني واضحة خالص ان هي دراي اسكر اصلا زي الطبيعة بتاعتها بالزبط. تمام. تمام. اه هو ويت عندي سي هنا في زي ما الزمل اقال وزي دكتور تامر مقال وزي دكتور وليد وزي دكتور بشير. ما قالوا ان احنا ويت عندي سي هنا I think it's the best option بس اخلي بنا. ان اللي جن زي ما احنا شافين كده هو سيركولر ليجن سيركولر ليجن ده بيحصل فيه كده وبيبدأ يحصل سيباريشن من الage وما كان بعد سيباريشن هي بدأ يحصل بسيريزيشن. احنا لو تدخلنا حتى وعملنا حاجة اجراحية. هنقذي اكتر منفيد العيانة دي بس اخلي بالكوي يعني. يعني 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 هنزور عليها وانس ان احنا هندي انتبيوتيك سيستيميك انتبيوتيك وممكن ندي توبكال انتبيوتيك. وممكن ندي سيستيميك انت فيلماتري ماشي اجري. وممكن ندي معاها حاجات كمان يعني يعني فازو دايليتورز ولا حاجة. ان المشكلة هنا بتبقى في اه مايكرو. اه مايكرو اه سرومبوزيس موجود في في البلد فيزلزيز يعني. تمام? وهنويت ان دي سي از ريجارد الاي اه اه زي محمد بعمل كده هناخد بايوبسي ونبعاته يتحلل ونشوف الدنيا فيها ايه. وعنا فاضل بقى الساقل من دقيقة فمش هنيقدر ناخد حالة تانية يعني احنا النهاردة كان الهدف بتاعنا نحنا نتقابل ونقول لكم يعني وحشتوني جدا جدا جدا. وان شاء الله بابتداء من اسبوع القادم كل اللي عنده بقى حالات لوورلمب هنرجع تاني حلقة عن لوورلمب اه من الحلقتين بتوعنا وحلقة عن الحالات المتشاهرة على الجروب. وآآ يبقى لقانا ان شاء الله تلات سابت عشرة مساء. بتكون الناس كلها خلصت شغلها ورواحت من عياداتها. وآآ عايزين حالات اللي عنده حالات يا جماعة يبدأ يعرضها. ونقابلكم ان شاء الله بإذن ربنا كل اسبوع وربنا يديم العلاقة دائما وابدا والود. وآآ ان شاء الله ما ما يجيب حاجة وحشة تانية يا رب. الحد فينا ابدا يا رب ان شاء الله. يا رب الله. ربنا يبالك فيكم وسعيد جدا. ربنا يبالك فيكم. وشكرا لكم عواض وشكرا لكل الزمل اللي عارضوا حالاته على برون.